بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين مع البارد ما في أحلى من الشربة خاصة في ليالي الشتاء الباردة على ما يقولون هذه شربة العدس مشهورة جداً في تركيا يعني معظم المطاعم تقدمها طبعاً فيه عنواع كثيرة أنا عملت في الانستجرام كثير شربة عدس أشكال والوان حتى الأتراك يعني مو بس شربة واحدة عندهم عندهم كثير شربة عدس مقاديرها بسيطة وسريعة جداً كوب عدس أصفر أو أحمر ملعقتين برغل ناعم أو خشن وملعقت رز مصري زيت بصل ثوم ملعقتين أكل معجون طماطم ملعقتين أكل طحين زيت زيتون نعناع يابس وفلفلة حمرة مجروشة وملح هذي مقاديرها هما ما يحطون تركمون في كل الشربات انتبهوا يقولون نغير الطعم أول شي نغسل الرز والبرغل والعدس مع بعض نحطهم في مصفاية نسخن الزيت نقلب البصل لما يدبل بس ما يحمر بس يكون يعني يبتدي يصفر شوي عشان يطلع الطعم نحط خليط العدس والبرغل والرز اللي غسلناه نقلبه تقليبتين يعني مو أكثر بس كده تقليبتين ثلاثة نحط له موية مغلية حوالي 6 أكواب يعني لو دافية طبعا أحسن دائما احنا في الأكل نحط يا صاخن يا دافي ما نحط بارد أبدا نغطي القدر نخليه حوالي 20-25 دقيقة حسب نوع العدس يمكن نصف ساعة في عدس ما يسوي بسرعة بس يسوي تمام نغطيه يسوي شايفين نطحنه بآلة طحن الشربة لما يدوب تمام تمام في قدر صغير أو مغلاية صغيرة نصخن شوية الزيت زيت زيتون أو زيت نباتي عادي ما تفرق نحط للطحين نقلبه بس شوية يصفر لونه ملعقتين طحين ملعقتين أكل نقلبه شوية ترى هذه الملعقة خشب في ناس قالولي بلاستيك انت تبخين بلاستيك كلها خشب جيبتها بعد ما شوية يصفر للطحين ما يصفر كثير شوية نحط ملعقة أكل معجون طماطم نقلبها نحط ملعقة أكل نعناع يابس وملعقتين صغار في ليفلة حمرة مجروشة نقلبهم شوي ناخذ كم مغرفة من الشربة المطحونة ونحطها عليها نقلبها شوي الدوب وبعدين كله نراجعوا للقدر الباقي الشربة في القدر نقلب تمام يغلي نضبط الملح طبعا إذا سميه كان زيدها بعد شوية موية ونغرفها والله عملنا جنبها قفتة الدجاج وكانت وجبة رائعة ولذيذة وانتوا لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب تبعوني دايما إن شاء الله كل يوم أجيب لكم أشياء تعجبكم بإذن الله هذه الشربة هنا ما شاء الله متألقة اشتركوا في القناة